موسيقى السلام عليكم أهلا بكم نهاردة حلقة الجيدة من لقمهنية السبت والحد كان عادة عارفين الأكالات السريعة نفس المقدمة جانباً كل أسبوع محضراتكم نحاول دايماً نعمل الأكالات تكون بسيطة سريعة مختلفة عن كل أسبوع وكل أسبوع لازم يكون في تبينة مختلفة طريقة سهلة للطبق يكون مختلفة كان نشوف محضراتكم نهاردة عندنا شيش طوق بس بالصدور والخضرات دايماً نشيش طوق ومتعاودين نعمل القيمة بالوراك وكمان الخضرات بتاقيها كمان فلفل رومي بصل طماطماية لأ أنا نهاردة حطين كوسة حطين جزر حطين فلفل وحطين كمان مشروع يبقى أكيد في تبينة مختلفة عن التبينة العادية طبق الثاني عندي شرايح أو يقول مثلاً قطع صدور الديك الرومي هنتبينها تبينة حلوة جداً وهنشويها ونعملها خلطة بالخضار الخضار اللي هو مسلاً يكون فلفل ألوان بصل مشروع وتابل كمان بباية البصل ومعاه كمان طماطم شريو هنشوف التبينة عاملة ازاي طبق الثالث والأخير هكون مع حضراتكم شربة نطيفة جداً ومختلفة عن كل مرة الشربة دي اللي بيحب الدايت يكون معاه ويحب يقدر يشرب طبق شربة بحترم يكون في فائدة غزائية عالية جداً زي البصل والكرافس والقرات والطماطم كمان والفراخ وكمان عندي الكرمب الأحمر اللي هو حرق الدهول هنشوف نوردة محراتكم حلقة حلوة جداً حلقة بسطة قوي تعطلع فاصل ثم نواصل فانت موسيقى يا اهلا بيكو مرة تانية مع نقم هنيه طيب كنا قبل الفاصل نتكلم نهاردة مع حضراتكم على أكلات تكون سريعة بسيطة مثلاً زي ما قلنا من شوية مع حضراتكم الشيش تووك بتعامل بطريقة مختلفة الشربة بطريقة مختلفة وكمان لو هنعمل حاجة مشوية هرتعامل بطريقة مختلفة انا عايز اتكلم معناكم نهاردة يعني بطريقة سهلة جداً وهو ده كمان يعني المقصود دايماً من حلقات السبت والحد ان الحاجة تكون معمولة كده في الهوى كده لأي حد يخش عماه هو بجد المطلوب اللي ما تكونش مزود معدير مش عايز اعمل تسويات كتيره او تسويات وتتجين وتكتير تعال نتكلم نهاردة بشكل بسيط جداً على نص كيلو صدور من الفراخ بدل الشيش تووك او بدل اللي هي هتكون فكرة الوراك فيه ناس كده متحبهاش او ناس تحس ان هي تاخد وقت في التسوية لأ هنعملها النهاردة بحراجكم بطبيلة حلوة جداً وبسيطة هنجيب بولة فاضية بسم الله ونبدأ نجيب مضرب عشان نتابل كويس ونبدأ نشوف هنعمل ايه في التببيلة دي تببيلت الشيش تووك دايماً فيها زبادي تمام حابب احط زبادي مع عنديش مالك مش حابب انا عندي طريقة حلوة جداً وبسيطة هجيب عندي معلقة توم وعندي كوباية ميت بصل معلقة توم وعندي كوباية ميت بصل تمام وعندي كمان حابة عصير لمون فرش معصور كده مثلاً لمونتين ثلاثة ويه كمان عندي حابة زيت عادي عباد او دورا حابين زيتول مفيش مش كده مش حابين كده زيت الفل قوي وعندي كمان معلقة هيكون فيها بابريكا او الفلفل اللي هو الاحمر اللي هو مش حار وعندي كمان حابة ملح ويه كمان فلفل ابيض معايا استاذنا ويه كمان حابة بهايات للشيش طوق من عند العطار حد كده احنزال فل قلب كواس جداً للتدبيلة بالشكل ده مفيش حاجة ماء البصل واللمون وكل الحاجات دي كلها مفيش اي حاجة خالص تعال بقى النهاردة نسيبهم في التدبيلة شوي اهم حاجة يعودوا مثلاً ساعة ساعتين ثلاثة براحتنا وتتقلب كواس جداً في التدبيلة مع بعضيها ومع الفراخ ومن هنا ينزلوا الاول على الشواية يقدوا طعم منافس الشواية او يخشوا على طول على الصينية حسب اللي عندنا في البيت وحسب ما نقدر نعمل ايه التدبيلة الافضل توقت كتير في التدبيلة يعني الفراخ لازم ان تاخد وقتها فده برضو يعني لازم يقول ومسلاً ساعتين مسلاً واي كان ناخدها ونوديها على طول على الشواية بشكل بسيط ونسيبها تاخد وقتها في التسوية تمام يا سيدي تمام ومع ان اننا طبعاً يعني بقول كلام وباعمل عكسه بس طبعاً التدبيلة لازم بجد التدبيلة تكون واخد حقها في وقتها عشان خاطر الحاجة تطلع معها كويسة حد تاني يقولي انت عملتها دلوقتي هقول لك البرنامج طبعاً مش ثلاث ساعات ولكن دعنا نتكلم بكل صراحة لازم ان حاجة تاخد وقتها شوية هعمل ايه دلوقتي هجيب عندي حاجة تانية جاءت على بالي هجيب عندي حبة الزعتردون هاخدهم كده على سن السكينة هنا هون كده ماشي الكلام وروح واخدهم تاني والميوم عندي فهم في قلب التدبيلة هي هي تاعة الفراخ هجيب فورشة هقلب التدبيلة تانية بالزعتر مع كمان ممكن تسن الزيت كمان عشان تبقى المعها معاى وكمان مبس غلاص مانقب ورش كده هوم ونعمل كده شوف بقى شافيك عشان انا بس احب اتقبل شوية اكتر واكتر لانه بيعجب ميش الحال بتاع السرعة في الاداء ده لكن يعمل كده يوم معانا بردو التست طول ما احنا شغرين ونقلب وندي نفس السقساء دي هتعلم معايا اكتر يبقى تعرف جد موجود على الاقل نسبة 50% والخمسين التانية طبعا لو احنا عندنا وقت اكتر نعمل الثلاث ساعات او الغربعة ساعات في التدبيلة هيكون احسن واحسن 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 كمان طيب خلينا خوش في الطبع التاني بشكل بسيط جدا ده زي ما اتنفقنا هنعملو بشكل بسيط جدا نتشوي وبقى تمام التامام او محسن خلاص وخد وقته في الشوي بتاعه هبدأ هدخله على طول في الفرن ليه وظيفتي في الفرن لاني اه لو احنا سبنا دايما تسويق المشويات كلها دايما على الشواية مسلا خلينا تكلم بالبلدي شوية بصراحة يعني مش هتستوي هتاخد لون رائع واللون ده هتطلع في الشاشة قدام حضراتكم بالكاميرات هتطلع حاجة غير طبعية بس من جوه مش مستوية فللامانة عشان حركوا لما تعملها في البيت نلاقيها بالزبط زي ما انا اتكلمت كل كلمة تكلمتها من بقي طلعت بحسابها او طلعت على قد مهمتها تكون صح لو عملنا كده هنبدأ اندخلها الفرن بص كده شكلها عامل زي شافيه حلوة قوي بس ما استويتش فاحنا بناخد اللون الاولاني وبعد كده بنبدأ نخش على الفرن كامل بيت تسويه ده الكلام ده برضو في البيت فبرضو كل الامانة مع حضراتكم في كل حاجة بنشتغل بيها عشان برضو ما يبقاش حد في البيت يخش يجرب الكيبة دي ونقيها بلح يعني مش صح الكلام ده تعالى خوش في طبق الشربة عشان يشتغل فيه ونخش في صدور الفراقة في صدور التيك الرومي افضل تعالى خوش في صدور الاول عشان برضو تأخذ تدبيلها هتدبيلها ازاي بمية بصل وجنزابيل مية بصل وجنزابيل تدبيله مع بعضيهم وهنشوف الموضوع مش ازاي ادي جنزابيل مبشور بالمية بتاعته نحط له حبة المية كده وهو بيتبشر عشان قطر يبقى معايا فاتح مبقاش غامق ما يسودش مني يعني وحبة المية البصل حتى الجنزابيل عالية جدا نديله كمان سن التوم نجيب بس معلقة معلقة سؤلنا هنا كده توم كنف الاسود وكمان نديها حبة ملح وكمان بسنة كمونة يلا مش تقولي لا ماشي كده عمنا ونجيب لها كمان معلقة رحان هنا بقى الاختلاف هيبقى مختلف تماما معلقة رحان مفروما او لو حبين نحطها اياه عشان طبعا مش اقول لا ولكن التدبيل لازم تكون مختلفة كل تدبيلة تكون لها طعم مختلف تاني عن الاول عشان اشحسين ان احنا طول النهار في تدبيلة واحدة خليني اقلبها كده اهو يمشي ضايت زي ما اتفقنا نبقاش فيه دهون كتير يعني كده قادي الجنزبين مع التوم عمية البصل مع الرحان ونسيبهم شوعية بعد كده هنبدأ نشغلهم في التسويت ومعايزين يحطاها على الشواية ومالوا مش عايزين شواية ممكن نخليها تواصع برضو مالوا نبدأ نقلب تاني شوف اعمل شبيك كده بعمل كده ليه عشان ما خلاش تلزق ولا برفعها معاي يا استاذي عفوا خلي الحاجة تاخد وقتها ونجيب الفرشة تاني ونبدأ نسأسأ كده هو نبدأ الحاجة تاخد تسويتها وتبقى ليها نفس لما اتفقنا الافضل تكون موجودة فترة طويلة على الفراخ على التبينة عشان تاخد طعمها وتبقى ليها نفس كويس شكلها هيبقى حلوة لكن المضمون ده هيكون منين من الشواية او من الفرن التبينة دي تاخد وقتها وتتعايش انا بصراحة مش عايز تستربع عليها وعايز كمان استغل للشواية تاخد على قد ما تاخد وتديني لسعة كويس وفقا كده ممكن نضيف السدور الديكورومي دي على مطرح الشيش اللي احنا عملنا على الشواية اكيد الطعم هيختلف خلينا نقلب شوف اللون يا شفيق بياخد بسرعة ازاي بعد كده هنقف عند الجزئية دي هنرفع الكلام ده كله على صنية واندخل الفرن ونحط بداله السدور متاع تديكورومي بعد صنية زي ما هي كده ماشي الكلام اه ونروح واخدين ده كله حاطينه على الفرن ممكن نعمل حاجة صيعة برده نجيب التابينة دي موسي كده عمي شفيه اهو بتاعتها كل دي حاجتها حتى حتيل الفرن الصغيرين دول هيستوي برده معايا في قلب الفرن تعال اندخلنا الفرن وتاخد وقتها وتتعايش سيبها دي الاخر الطبخة يطلع على ايه على حبة مكارونا ماشي يطلعوا على حبة اه لو حبيت اه امشيها بفكرة حبة رز مسلوقين مفيش مشكلة هندلع بس الاول ده شفيه نحطه على الشواية ونطلع فاصل وبقى كده نلجع بقى هتكون ده اخد وقته برده نكسب وقتنا يعني نحط الصدور دي برده زي ما اتفقنا الافضل تقول ليها وقت شوية يعني زي ما اتفقنا كده قلنا ساعتين ثلاثة اربعة خلي الجنزبيل قويه الفراخ مع التوم يعلو تست نعم انا هتلاعك فاصل والحطام بيش مشكلة اعناه الاثنين الاثنين مغرج نسمع كلامك اطلع فاصل افضل اتفقنا بيش وانيسر خليص للحك في respectable فاصل موسيقى يا أهلا بيكم مرة تانية معلوق مهنية كنا قبل الفاصل شغالين في الشيش ودخلنا الفرن مع حضراتكم بحيث ان ياخد تسوييته وزي ما اتفقنا لازم ان الحاجة تاخد لونها وتبقى شكلها رائع وجلد وخطوط الشواية بس نأكد مرتين وربعا نتأكد ان الحاجة تبقى استاوت لان ممكن يكون شكلنا فقط لغير عشان كده منقول دايما ندخل الحاجة الفرن ومنعتمدش بس على الشواية فقط لغير دايما تاخد وقتها وطبعا الرحان زي ما حقكم شايفين بصها شايفين رحانة عامل ازاي حاجة يعني على مزاجة عايزة اعمل لها بقى خلطة حلوة وتاخد وقتها في التسوية وعمل لها صوس رائع ان شاء الله ونهدى عليها الشواية شوية بحيس ان هي ما تتحرقش مني خلاص انا كده تمام جدا هتعمل ايه بقى دلوقتي هنشتغل في حاجتين الحاجة الاولى هي الشربة عشان تاخد وقتها في التسوية زي ما اتفاقنا مع حضراتكم قلنا هنعمل الشربة النهاردة بالفراخ مع الكرم مع الجزر والكرافس والكرات زي ما عليكم شايفين مفيش جزر عفوا مع البصل والكرافس والكرات والكرم والطماطم على الوش هنشوف واحدة واحدة مع حضراتكم هنجيب الاول سنة كده بصلة نعمة او بلاش عندنا بصل كده كده خصار نحط ده خط الاول سنة زيت كده اهو وبعد كده هنبدأ ننزل خطوة خطوة كده بكل حاجة الاول اه خلينا الاول بس ان تسخن شوية ونرجع الناحط تاني نعمل السوس عمما زيت هنا يسخن عشان برضو نكون داخلين على الحلة فكرة الشربة لازم ابدأ هشوح الفراخ الاول مع البصل او مع الكرافس او مع الكرات لازم ان زيت يكون سخن عشان الفراخ ما تجيبش مني مياه ولو جابت مياه هتبقى زفرة وهخلي المرأة فيها ريم في الانهية الاكلة فانا مش عايز كده ادي بصدايا ده السوس اللي هعمله للايه؟ للتوركي حلو كده تعال بقى نجمل نجهز ونجمع المشروب مع الفلفل مع كمان الطماطم ملشاني نبدأ نشوحه مع بعض ديه ونديه عندي حتة زبدة تسيح في النص كده تبقى لها طعم كويس ونبدأ نشتغل واحدة واحدة غيرنا تسخن زي بالتبقى هنشتغل برضو تاني اهو الزبدة بتسيح ده السوس بقى اللي هشتغل بله ايه؟ للتوركي التوركي اللي هو اديك الرومي نشوحه مع بعض في ريحة عالية نعليها بسنة التومة سنة مش كتير بسيطة جدا وتتقلب عندي فلفل الوان عندي مشروم تتقلب مكعبات او قطع دوليان كده هم خضر مفيد جدا وصحي كل لطيف وبردو مفهوش يعني هارس كتير نوعين تلاتة مش اكتر من كده خليكم ياخدوا وقتهم نرجع نبسة بسة على الزيت سيقن خلاص هنبقى نخش ناخد سوتيه بشكل بسيط جدا الفراخ الاول كده هون مع بسيطة من فلفل سويت عشان الزفارة وتقلبهم مع بعض اما بحس ان خلاص بقى قطف الحالة التسوية هنبقى نأسس بقى الشرب فالشربة زي ما احنا متنفقين أسسيات الشربة عمتا معايا انا شخصيا ده لازم عندي مفهاش هزار البصل والكرافس والكرات دول أسسيات أي حاجة نرسي فيها ما عنديش مالع يعني ده كله سهل جدا ولكن الأسسيات دي كل الخضروات الأطرية فينا استحاب تحطهم فينا استحاب تحط جنزبيل كل واحد وزوقه بكل واحد ويمزاجه انا باس معا بالحاجة اللي ممكن تريق على كل حاجة هاجيب عندي الاول البصلية هيا شفين مص كده البصل مع الكرات تقطع كله مفايع جدا لكن نشاورنا وهاجي بناحة تانية اخد كمان الكرافسة بالنص كده واسيب عندي بقتر القدروات لما خلص الاول تسوية الاولى كده هزفت الفراق عندي مع الكرافسة والقرات والبصلية هيا واسيبهم شوية هروح بصة بصة على الخضروات اهي راحة الخضار رائعة بصة طمق عامل شغل عاري هتعمل ايه بقى احنا حطنا في الاساس كان عندنا رحان عندي حابة بصة لا يسكره بس انا عارف ان يعملوا ريحة عالية جدا معايا بزيت الزكتون بتاعها باقي ايه او اخر البولة هيتشوحوا كده هجيب بقى بشكل بسيط قوي كده بولة فاضية فيها حابة ديمي جلاس او سوس البوني شايفوا مادية شفيق هجيب لهم كده حابة المرأة من الخضار اللي موجودين عندي اقلب لها هنا قدامي بشكل بنا كمان الشربة مرأة دي وجودها خضار تشرب معايا اعطها في شربة حطها في اي حاجة اه او حطها حابة تلديم جلاس دول كده بتتلك كمان واحدة ده لصوس التركي قلبهم الاول عشان ما يقرزوش بعايا لما ينزلوا في قلب الخضار والحلة ماشي يا عمنا اللي بمع بعض كده كويس وبعد كده هجيب عندي التركي ينزل في النص كده معاهم اهو واغتي اكمل تسوية الخضار بتاعي مع التركي ووطي النار عليه ولو احطه مطل بشي اللي احطها على وشه مقلبش اختي بالحلطة كبنم وهيعمل كده ورح موطي النار وارجع اشوف اخبار الشربة ايه شايف الشربة كده هعملها اخبت بنا كده اشغال على النار هادية مش حامل النار عليها اوي ابدأ انزل دلوقتي بالكروم الايه الاحمر حارق للدهول ضايت جدا من الشربة دي اخبطي نخليها في الاواخر تديني نفس كويس ولكن ما خليهاش تهيري اوي في التسوية اقلب كويس اوي الخضروات بداعتي اقلب اي نوع من نوع الخضروات ما عم بيش مانا ولكن انا كده شايف ان احنا كده زي الفل لو مددعك هو دي اشلها لكم تمام يا بيه؟ تمام بس اروق مكاني وانا اشغال مع حضرتكم بحيس ان احنا نخش في الطبق واحدة واحدة شوين بقى الموعين دي انا تمام تمام هنبص برضو بس لان خلص تبقي دي انا نبص على الشيش طوق علشان يبقى ماشيين بنفس السكة دايما الواحد اللي ما بيلضف النظافة فشوين قولي هنا بتاعتنا دي بتاعت المبق دي مش شطارة بس لأ النظافة هي حلوتها في حاجة تانية غالص غير نغير نظيف نظافة انت لازم تكون لازم تكون نظيف المبق ما فيوش مجال انتكون فيه واحد نظيف او مش نظيف لأ بنتا نازم يعني ان هو مش نظيف احسن ما نخش المبق الفكرة في حاجة تانية النظافة اول باول هستك ان الطبق يعني الاولين انت نسيته خلاص شلت الموعين بتاعته وخلاص نعمل تمام الطبق التاني لما يخش على نظيف تلاقي ان فيه نفس الواحد يطبخ وفيه نفس الواحد يشوف الحاجة قدامه يكنها لسه اول حاجة هشتغل فيها اما ما يكون كله على بعض ومتركن كمعدات او كموعين بالبلد شوية يعني كاوحشة هنا على البدوجاز كاوحشة هنا على الكاونتر على ما اعتقد ده بيخلي واحد يعني او انا شخصية بكلم عن النفس يعني حاس ان فيه حالة خمور شوية او حاسس ان الحاجة يعني هي هيها فبنزهق هنا الخضرة دي خلاص مزودش عن كده ده اسويح هبدأ انزل عندي بي المرأة بتاعتي مرأة الخضار سابتة بسم الله كده اهو فراخ هتديني مرأة كويسة مع الخضار كله هيمشي بنفس الوقت طماطن دي زي ما اتفقنا عايزين نحط حب على قش حب مش عايزين برضو حاسة بردو ولكن هي شربة فراخ بالخضروات دي كان ممكن نجيب جزراء على فكرة نخدها بعم جوليان برضو نعم كده كان ممكن ده كله في ادينا ولكن احنا عملنا كده على قد اللي قدامنا بحيث ما نزودش في الامور دي مهاراتها عبارة عن ايه عم مشافيق بصة كده بشة حبة فرفل ابيض وسنة ملح وسبها تغلي وتتعايش انت جيت هنا اكيد عايز تصور حاجة تصوري بقى دي ثمان تعال بقى بصة بمطلق الفصل ده اوريك الجي شتاوك خلصان ازاي الله الله على عسليات اهو ها دي الشي شتاوك اللي احنا عملناه مع حضراتكم من شوية خلصان ده يطلع مع ايه بقى انا عمله حبة رز مسلوقين عاديين جده سنة قرفة لو حبينا مسلوق رز مسلوق ونعمل كده شوف شوف بتكلم في ايه اهو بصة شاوبيه كده اهو الضامن هو اللي طبع في كل حاجة بس بص اهو ضامننا ان الحاجة ستوت وتميت تماما اهو اهو هادي الشي شتاوك معمول طريقة بصة جدا في البيت طريقة الخدار طعمها على معتقل ان شاء الله تكون جميلة حضراتكم يدقوها واتقلونا بقي كوي هنطلع ده على طول على المائدة هنطلع فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله نرجع ليكون مخلصين ان شاء الله الشربة خلصانة والسوس يكون خلصانة هنا انت بقى عايزني هسيب الطبق ده هنا ولا وديه ولا بعيدان عالطبق ما انا عارف انت عايز نشيل طبق يعني ولا ايه لا باشا قول لي بقى سيب الطبق لان انسعاب بقول لي شافيه هنطلع الفاصل واخد الطبق وامش يكون هو عيني في قلب القطاع عالطبق شوف انا قديه كيوت معاك النهاردة انت بستهلش كلام ده بس يعني اهو بنعديها لك يلا فاضل اطلع فاصل شكرا اما قد شكرا ترجمة نانسي قنقر يا اهلا بيكو مرة تانية معلقوا مهنية طبق الشيش خالصاته عليكم شفتوه والشربة بحطينا الطماطم في الاواخر عشان ما نزودش تسويه عليها ونخليها تكون زادة على اللزوم انا بس احب الحاجة تكون في تسوياتها تكون متزبطة انا حط الطبقة ده على المائدة ده اول طبقة لحضراتكم طبق الشيش مع الرز المسلوق بالبهارات والبهارات بالاخص النهاردة عادتها قرفة يعني بعض الناس حب القرفة في البهار بتاع الرز المسلوق كلها طبق شربة خضروات مع الفراخ وتعالا بقى نشوف اخبار الدنيا هنا ايه شوف يا سيدي شوف بص الكلام شاف السوس عمل ازاي شافي تعالا بقى نغرف الطبق ده مع طبق مكرونة يكون مختلف شوية اه اه ادي صدور الديك الروم وهي مش مشوية على الفحر وبعد كده طلعت احطت معا المشروم وغرفت معا المكرونة اي مكرونة مش شرط مكرونة بالسبانيخ ومكرونة ضايت مش شرط اي مكرونة بنحبها ان احنا عايزينو بالهانا والشفا نحضراتكم اه نجيب سوف نبدأ ننزله على وش الخضار سوف ننزله على المقينة ولكن هتديني زيت زتون لو تكرمت طبق بسطة لطيف جدا مفهوش اي حاجة من الصعوبة على ما اعتقد الاطباق خلصت يعني كل طبق منهم ابسط من التاني الموضوع النهاردة زي ما اتفقنا مفهوش حاجة فيها صعبة ولا حاجة فيها زيادة طبق بسطة معامول معا حبة صدور مع الخضروات طبق كمان شيش معامول بطريقة مع الرز بالبهارات وحبة الشربة دي جد حلقتنا حلقة جديدة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة